اهلا بكم جبهة قتالية جديدة احرزت فيها روسيا تقدما مفاجئا على حساب القوات الاوكرانية التي تشهد بالفعل منذ عدة اشهر تراجعا كبيرا سواء من جانب التقدم الميداني او من جانب مخزونات الاسلحة والذخيرة مدينة خاركيف المتاخمة للحدود الروسية اصبحت هي البؤرة المشتعلة حاليا حيث شنت موسكو هجوما مكثفا على عدد من القرى الحدودية في تلك المدينة واعلنت سيطرتها على عدد من تلك القرى في غضون ساعات قليلة من شن الهجوم البري المفاجئ وفي ظل نقص كبير في الاسلحة والجنود حاول الجيش الاوكراني حجد كل ما تيسر من قواته لانقاذ المدينة الوقع شمال شرقي البلاد من السقوط في قبضة القوات الروسية ما سيعني فقدانه المنطقة الاستراتيجية التي يسيطر على اغلبها منذ سبتمبر عام الفين واثنين وعشرين بعدما نجح انذاك في طرد القوات الروسية منها معركة خاركيف نقلت النزاع المسلح بين روسيا واوكرانيا من جديد الى الارض حيث تركزت اغلب الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف في الاسابيع الماضية على شن عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة دون الاعلان عن تنفيذ هجمات برية على نطاق واسع وهو ما اثار خشية كييف التي توقعت ان موسكو تعد لهجوم بري كبير بحلول مطلع يونيو المقبل فمنذ اسابيع حذر مسؤولون اوكرانيون من ان روسيا قد تحاول شن هجوم على المناطق الحدودية الشمالية الشرقية مستغلة بذلك الضعف الذي يعاني منه الجيش الاوكراني من نقص كبير في الاسلحة والذخيرة جراء تأخير وصول المساعدات الغربية لعدة اشهر الجانب الروسي يرى في السيطرة على مدينة خاركيف اهمية استراتيجية كبرى اذ ستضمن له تأمين الاراضي الروسية من الضربات الاوكرانية من خلال انشاء منطقة عازلة تجعل العاصمة موسكو والمدن المتاخمة لها وللحدود الاوكرانية بعيدة عن مرمى النيران كما انها توفر حماية للمدن الجنوبية منها والتي تضم المناطق التي سيطرت عليها روسيا ورغم هذه المؤشرات الا ان مسؤولين اوكرانا قلنوا من اهمية الهجوم الذي تشنه روسيا على مدينة خاركيف واعتبروا ان النجاحات التي تروج لها موسكو هي مكاسب من الناحية التكتيكية وان الهدف الرئيسي للعملية هو استدراج القوة البشرية الاوكرانية والعتاد من قطاعات مهمة على الجبهة في شرق اوكرانيا مشاهدين كان هذا استعراضا لتطورات الاوضاع الميدانية في خاركيف واهمية تلك المدينة بالنسبة للجانبين الروسي والاوكرانية شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة